اهلا ومرحبا بكم الى حدث اليوم والذي نناقش فيه ابرز الملفات الواردة حتى هذه اللحظة قصتنا الاولى من ايران وفي تفاصيله طهران تواجه انتقادات اعدام المعارضين باستدعاء الدبلوماسيين الاجانب وفرض احكام قاسي على ناشطين بحقوق الانسان قصتنا اثانية من سوريا وفي تفاصيله روسيا تهدد بحرمان ايران من خط امدادها نحو العراق ولبنان اشنطن تقر بمساعدة اسرائيل في تحجيم نفوذ طهران قصتنا ثالثة من ليبيا وفي تفاصيله البعثة الاممية تطرح خيارين لحسم الية اختيار المناصب التنفيذية وتمهل لجنة الحوار 24 ساعة لحسم موقفها قصتنا الرابعة من بريطانيا وفي تفاصيله جونسون يرجح فشل المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لندن تعزل بحارها والخروج الفوضوي يخضعها لشروط اقتصادية صعبة اما القصة الاخيرة فهي من الجزائر وفي تفاصيل ربما يأخذ اسبوع اسبوعين وثلاثة اسابيع اخرى ولكن ان شاء الله سأسترجع كل قواية البدنية تبوني خاطب الجزائرين بعد شهرين من الغياب بسبب كورونا يطمئنهم بعودته خلال اسابيع ويعلن تحضير قانون الانتخاب حملة انتقادات دولية واسعة وجهتها ايران بعد اعدام الصحفي المعارض روح الله الزام انتقادات قابلتها طهران بتصعيد وهجوم دبلوماسي بعد ان استدعت اليوم الخارجية الايرانية سفيري المانيا التي تتولى الرئاسة الدورية الاتحاد الاوروبي وفرنسا بسبب انتقادات طهران ووجهتها الدولتان بالامس بسبب اعدام الصحفي المعارض الذي كان يقيم في باريس قبل الايقاع به في العراق وباعادته الى ايران وابلغت الخارجية الايرانية السفيرين باحتجاجها على انتقاد فرنسا والاتحاد الاوروبي وكانت باريس وصفت اعدام الزام بانه عمل همجي وغير مقبول في مادان الاتحاد الاوروبي عملية الاعدام باشد العبارات واكد على معارضته الثابتة لاستخدام عقوبة الاعدام في ظل اي ظروف فر الى فرنسا منذ سنوات هربا من قمع السلطات في ايران لكن رجالاتها استدرجوه بخدعة واعدموه شنقا في تموز الماضي صدر في حقه حكم الاعدام بعد الايقاع به في عملية تباه بها الامن الايراني الصحفي المعارض روح الله زم نفى التهم الموجهة واستأنف الحكم ليأتي الاسبوع الماضي حاملا حبل المشنقة نشر الفساد في الارض كان تهمة النظام للصحفي اللاجئ في حين انه نشر وثائق تعلقت بالفساد المستشري في اوساط كبار المسئولين القضائيين والسياسيين والامنيين في ايران بحسب ما وصفها موقع اماد نيوز الذي كان مديرا له ذلك الموقع الذي اعتبر بطل تغطية نقل الاحتجاجات المعاشية المناهضة للنظام الايراني عام 2017 تفاصيل وأسباب اعدام زم أثارت انتقادات دولية قاسية ضد النظام الايراني فالاتحاد الاوروبي أدان العملية بأشد العبارات فيما وصفت الخارجية الفرنسية الاعدامة بالعمل الهمجي وغير المقبول ذات الامر عبرت عنه ملظمة العفو الدولية بالمقابل ايران لم تصمت عدم صمتها تجسم باستدعائها سفير ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي على الانتقاد وقد يليه استدعاء السفير الفرنسي ما يدلل على إسرار النظام على نهج إقصاء الآخر من باريس ينضم إلينا الكاتبة السياسية دكتور جواد بشارة مرحبا بك دكتور جواد استدعاء طهران لسفير ألمانيا وكذلك فرنسا الخطوة هذه جاءت نتيجة احتجاج هذه الدول الأوروبية على إعدام الصحفي الزام هل موقف الدول الأوروبية سيكون فقط التنديد خاصة بعد استدعاء طهران سفيري هاتين الدولتين أو أنه من المتوقع أن تكون هناك عقوبات أكثر تجاه إيران فيما يخص حقوق الأنسان لا أعتقد أن الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا قادرة على اتخاذ عقوبات أكبر من عملية التنديد ضد إيران هذا كل ما تمتلكه الدول الأوروبية وفرنسا ولا يمكن أن يقوموا بأكثر من ذلك فرنسا لا تستطيع حتى تحمي هذا الشخص لأنه لا يحمل الجنسية الفرنسية هو فقط لاجئ وبالتالي لا يمكنها أن تدافع عنه باعتباره مواطنا فرنسيا لكن من أضيق الأمور وأبسطها أن تبدأ ردة فعل مثلا مراسلهم بلا حدود وهي منظمة فرنسية عالمية فرنسية أيضا نددت بإعدام روح الله زم وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ عقوبات أمم المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي لكن هذه مجرد مطالب نظرية على المستوى العملي لا يمكن لهذه الدول أن تتخذ أي إجراء ضد طهران خاصة وهي تنوي العودة للاتفاق النووي والمفاوضات للاتفاق النووي فلا أعتقد أن هذا الحدث سوف يدفعها لاتخاذ عقوبات حقيقية تجاه طهران طيب دكتور جواد خطوة طهران بمسألة استدعاء السفيرين كيف تنظر إليها من وجهة نظرك خاصة وأن الموضوع لم يتعدى مسألة الاحتجاج من هذه الدول الأوروبية بالنسبة للطهران لا بد أن تثبت أنها لن ترضخ ولن تقبل بهذه الإدانة على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الرسمي وعلى المستوى الدبلوماسي فهي أيضا من الناحية الدبلوماسية أقل ما يمكن أن تفعله هي أن تستدعي سفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا لإعلامهم برفضها وامتعاضها من هذه الإدانة اللفظية لا أكثر يعني هي أيضا تبلغهم احتجاج لفظي ليس أكثر من ذلك طيب إذن مسألة حقوق الإنسان في الداخل الإيراني ستمضي على ما تريده الحكومة الإيرانية مزيد من الضغط مزيد من الإعدامات مزيد من السجن والمواقف لا تتعدى مسألة انتقاد تصرفات الحكومة الإيرانية هذا ما أفهمه منك دكتور جواد بالضبط يعني كل الدول العالم وكل المنظمات سوف تكتفي بالتنديد والفضح والإدانة ولكن لن تتجرع على اتخاذ خطوات عملية لوقف إيران أو منعها من المغالاة أو المواصلة خرق حقوق الإنسان هذا ليس مستغرب بهذا النوع من الأنظمة أن تخرق حقوق الإنسان بأبسط شيء وبتهم تلقيها جزافا على المتهمين طيب هل ستؤثر العلاقة المتوترة في مسألة الاحتجاج الأوروبي على مسألة حقوق الإنسان في الداخل الإيراني على مستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة عندما كانت أوروبا تلعب دور الوسيط لصالح طهران في بعض الوقت يا دكتور جواد لن تقبل طهران بأي شكل من الأشكال إدراج بند حقوق الإنسان في مفاوضات تكنيكية عالية متخصصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي هذا موضوع مختلف تماما عن كل المواضيع الأخرى بالشأن السياسي الداخلي وبشأن حقوق الإنسان ومعاملة إيران لشعبها ولمعارضيها يحق الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أن تندد وأن تفضح وأن تعارض لكن على المستوى الإعلامي واللفظي أما فيما يتعلق بمفاوضات الاتحاد الأوروبي وأمريكا القادمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي لن يمكنهم فرض أي بند آخر يتحلق بحقوق الإنسان طيب لن تقبل إيران بمناقشة هذه الأمور ولكن الدول الأوروبية ألا يمكن أن تطرح هذه المسائل لتكون ملف يضاف إلى ملفات كثيرة يمكن مناقشتها مع إيران في أي اتفاق مستقبل يا دكتور جواد؟ هناك مساعي لهذا الشيء في الكواليس الأوروبية لكنهم لا يريدون إثارة حفظة إيران إيران يمكنها أن ترفض جملة التفصيل العودة للمفاوضات الاتفاق النووي فيما لو أجبرت على الموافقة على إدراج بنود أخرى وشروط أخرى غير الشروط التي تم التفاوض عليها بشأن الاتفاق النووي إذن دخول الاتحاد الأوروبي وهذه الانتقادات في الداخل الإيراني لتصرفات الحكومة الإيرانية هل تتوقع يا دكتور جواد بأنه تم التنسيق ما بين موقف واشنطن المتشدد حيال تصرفات إيران ليس فقط لشعبها وإنما لدول المنطقة وبين الموقف الأوروبي الحالي الموقف الأوروبي يعتبر مهاد مقارنة بالموقف الأمريكي الموقف الأمريكي خاصة تحت حكم ولاية ترامب كان متشددا جدا ووصل إلى حد التهديد والمضي إلى العمل العسكري إذا استدعى الأمر ذلك ضد إيران وكانت إيران فعلا مهددة وكانت أوروبا تحاول أن تمنع أو على الأقل تقنع الولايات المتحدة على أن لا تقدم على خطوة عملية خطوة عسكرية ضد إيران لأنها كانت وما زالت تأمل بأن تسترجع إيران وتتفاوض معها وتخفف من حدة سلوكها ولهجتها تجاه العالم الخارجي واتجاه الدول المنطقة لا تنسى أن الدول المنطقة مرتبطة أيضا بالتحالفات مثلا الإمارات المتحدة مرتبطة بفرنسا باتفاقية الدفاع مشترك السعودية مرتبطة بالولايات المتحدة باتفاقية الدفاع مشترك لو تجرأت إيران على ضرب أو مهاجمة أي من هذين الحليفين الإقليميين للدول الغربية فسوف تضطر هذه الدول لاتخاذ إجراءات عملية عسكرية تجاه إيران لذلك لا أحد يرغب بتصعيد الموقف وهذا الحدث الذي شهدناه مع الأسف لا يرقى إلى أن يكون سببا كافيا للدول الأوروبية لكي تشن حصارا وتهديدا وربما أيضا ضربة عسكرية لإيران كلهم يأملون في تهديئة الوضع وجلب إيران إلى طاولة المفاوضات وبالتالي الحديث عن أشياء كثيرة بما فيها عدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول الجوار ودول المنطقة وأيضا الحد من طموحاتها العسكرية الاستراتيجية سواء كان بالمجال النووي أو الباليستي يعني الصواريخ الباليستية هذه مواضيع يمكن أن يتفاوض عليها لأنها ضمن ملف الاتفاق النووي أما أن يكون حقوق الإنسان فلا أعتقد أنه بإمكان الدول الغربية نعم ولكن الملفات الاقتصادية ومسألة الاستثمار في الداخل الإيراني من قبل هذه الدول قد تسكتها أكثر على بعض التصرفات بالضبط المصالح الاقتصادية سوف تكون هي ذات القيمة الأعلى وتجبر الدول الغربية على السكوت أو غمض الأعين عما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل الإيراني يعني يعتبر هذا شأن داخلي ولا يحقل الدول يعني بالمواصفات الدبلوماسية لا يحقل الدول التدخل في الشأن الداخل الإيراني وبالتالي إذا كانوا يريدون تحسين العلاقات الاقتصادية مع إيران والمضي في ملفات الاستثمار وهي مهمة جدا فعليهم أن يقبلوا بالشرط الإيراني وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية شكرا جزيلا لك من باريس الكاتب السياسي الدكتور جواد بشارة اشتركوا في القناة وبعد ساعات من اعدام الصحفي الإيراني واصل نظام سياسة ترهيب واحتجاز المعارضين لسياساته موقع إيران انترناشنال قال إن المحكمة الثورية في طهران قضت بسجن ناشطتين إيرانيتين في مجال حقوق المرأة بتهمة التعاون مع الحكومة الأمريكية وقضت المحكمة بسجن هدى عميد المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة بالسجن ثماني سنوات وبحرمانها مدة عامين من بعض الحقوق الاجتماعية بما في ذلك العمل كمحامية كما حكمت محكمة الثورة في طهران على نجمة واحدة عالمة الاجتماع والناشطة في مجال حقوق المرأة بالسجن سبع سنوات والحرمان لمدة سنتين من بعض الأنشطة الاجتماعية وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت الناشطتين الحقوقيتين صيف 2018 واتهمتهما بالتعاون مع الحكومة الأمريكية بقضايا معادية للمرأة والأسرة من تورنتو ينضم إلينا رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان أردشير زاري زادة مرحبا بك سيد زادة ما هي حقوق المرأة التي اعترضت الحكومة الإيرانية على هاتين الناشطتين وقالت بأنهما سوف يضربان عرى هذه المفاهيم في الداخل الإيراني ما تقوم به جمهورية إيران الإسلامية بالأساس هي قمة على أنشطة حقوق الإنسان هاتين السيدتين لم تقوم بشيء خاطئ هما تساعدان الأسر وتوعيها وتحاول أيضا بناء قاعدة آسية للعلاقات الاجتماعية والأزواج وهذا ما على الدولة الإيرانية القيام به وليس المنظمات المجتمع المدني وهذا عب على الجمعيات رغم أن هذه المهمة تقع على كاهل الحكومة الإيرانية التي لم تدعم الأسر بل هي تقمع الناشطات مثل وحيدي وعامي التي حاولت تقديم المساعدة للعائلات وبناء علاقات قوية لكن الجمهورية الإيران الإسلامية تتهمهم بإضعاف أساس الأسرة لكن ذلك غير صحيح وهذه أضحوك ولا أفهم لماذا جمهورية إيران الإسلامية لا تقدم لهم جائزة لأنهم تدفعان باتجاه دعم الأسر الإيراني طيب هي الحالة التي حدثت بالأشهر الأخيرة يعني من مسألة سجن ومسألة اعدام الصحفي إلى أي حد هذه الحالات سيد زادة متكررة بشكل أسبوعي بشكل شهري وكيف يمكن التعامل من بعض المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان مع هكذا الصرفات خاصة أن الالتحاد الأوروبي ندد ولكن كل هذا التنديد لم يأتي بنتيجة إيران تواصل ممارساتها جمهورية إيران الإسلامية تسعى لنشر الخوف في المجتمع وبين أفراده لذلك النظام يقمع النساء مثل السيدتين أحدهما محامية والثانية عالمة اجتماع وهناك الكثير من النساء اللائح هنا الآن وراء القطبان وهناك أيضا أحداث فضيع أخرى مثل إعدام السيد روح الله هذا ليس إعدام وإنما إغتيال لهذا الشخص إن النظام الإيراني يواصل إعدام وقتل سجناء أبرياء وهم قاموا باختطاف السيد روح الله الزمن في العراق وتم من هناك نقله إلى إيران حيث تم إخداعه للاستجواب وتم أيضا بعد ذلك تعاون مع وزارة الاستخبارات الإيرانية ثم تخذ القرار بقتله لأن روح الله الزمن لم يكن على علم بأن حكم الإعدام قد أيدته المحكمة العليا في إيران وسبب ذلك يعود لأن أجهزة الاستخبارات وزارة المخابرات اتفقوا على قتله وكذبوا عليه لأنهم يدركون بأن لديه معلومات ثمينة ولو كان سوف يعدم فعندئذ سوف يتحدث ويقول أمور سجنة بسببها وهذا طبعا يعرض النظام الإيراني للخطر فروح الله الزمن كان لاجئا في فرنسا وكان يمكن ممارسة الضغوط على النظام الإيراني ومسائلته طيب هذه الأحكام وهذه التصرفات من قبل الحكومة الإيرانية ضد شعبها وضد الناشطين وضد الناشطات في مجال حقوق الإنسان إلى أي حد توحي بأن النظام يخشى من انتفاضة جديدة للإيرانيين في الداخل وبالتالي كل هذا القمع يأتي كردة فعل إن النظام قتل السيد زام بعد وقت قصير من تأييد حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا لأنهم كانوا يعرفون أنه سوف يتحدث وسيكون هناك حملات دولية ضد إعدامه ولتجنب ذلك تم قتله وسوف يتم قتل سجناء آخرين في المستقبل وهناك معلومات تصل هنا بشأن سجناء في إيران الذين يخشون الإعدام في المستقبل وهذه دلة قوية بأن النظام الإيراني يرغب في نشر الرعب في المجتمع لتجنب انتفاضات جديدة لكن ذلك لن يجدي نفعاً يستطيعون أن يختطفوا ويعذبوا ويقتلوا الإيرانيين لكن ذلك لا يفيدهم إن جمهورية إيران إسلامية تضعف بسبب ذلك بسبب هذا السلوك داخل إيران وخارجها لو تنظر إلى الأخبار وما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي سترى الهجوم الكاسح الذي يتعرض له النظام الإيراني الذي هو ضد القوانين الدولية والمعايير الدولية والشعب الإيراني لن يبقى صامت ونطلب من المجتمع الدولي أن لا يظل صامت أيضاً إن هذه السياسة الإيرانية لن تجدي نفعاً نطلب من المجتمع الدولي مسائلة النظام الإيراني شكراً جزيلاً لك من تورونتو رئيس المركز الدولي لحقوق الأنسان آرتشير زاري زادح حدث اليوم مستمر معكم وفيه أيضاً الولايات المتحدة تقول إن روسيا دخلت المستنقع السوري عليها التعاون مع المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث أهلاً بكم من جديد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تنفيذه عملية ضد تنظيم داعش في منطقة عين الجحش جنوب الموصل وأوضح أن العملية التي استمرت ليومين أسفرت عن مقتل اثنين وأربعين عنصراً من داعش بينهم قائد قاطع دجلة المكنة ببراء والمسؤول العلامي أبو سياف ومساعده سجاد وأشار بيان مكافحة الإرهاب إلى أنه تم العثور على عدد من الأسلحة والأعتدال متنوعة ومبالغ مالية ضخمة محلية وأجنبية داخل مقرات داعش لافتن إلى أن العملية تمت بإسناد جوي للطيران العراقي وطيران التحالف موسيقى 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 يبدو أن المساعر الروسية للحد من النفوذ الإيراني في سوريا تتصاعد يوما بعد آخر فبالرغم من رفض الميليشيات الإيرانية التي تجتهد منذ سنوات السيطرة على الحدود السورية العراقية نفذت القوات الروسية في سوريا انتشارا واسعا في مدينة البوكمال بدير الزور وافتتحت أول مقر لها هناك المساعر الروسية يفسرها أيضا منع ميليشيات مدعومة من طهران بالتمركز في أماكن جديدة بمدينة درع الحدودية مع الأردن وبفصل نقاط انتشارها عن بعضها البعض جغرافيا وتهديد النفوذ الإيراني لم يقتصر على التحركات الروسية فقط ولكن الهجمات المتكررة التي يقوم بها الطيران الإسرائيلي ضد مراكز نفوذ ميليشيات إيرانية وهو ما اعتبره المبعوث الأمريكي السابق جيمس جيفري نجاحا من تل أبيب بمساعدة أمريكية في تقويض مساعي طهران لتحويل جنوب سوريا إلى جنوب لبنان ثاني بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط مضيفا أن روسيا التي دخلت في خضم المستنقع السوري ستقرر في نهاية المطاف اتباع أسلوب آخر وهو التعاون مع المجتمع الدولي إذن نبقى مشاهدين في سوريا إذ افتتحت القوات الروسية أول مقر لها في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي غرب نهر الفرات على الحدود مع العراق وحيث المعبر الرئيسي بين البلدين القوات الروسية تمركزت في مبنى الفندق السياحي وسط مدينة البوكمال موقع فرات بوست أكدت أن العشرات من العناصر مشاهدين والمدرعات التابعة للجيش الروسي وصلوا إلى ريف البوكمال في هذه المنطقة الظاهرة على الخريطة وانتشروا في عدة مواقع قريبة من مواقع القوات الإيرانية هذه المنطقة الممتدة من الميادين حتى البوكمال في دير الزور الشرقي تقع تحت سيطرة النفوذ الإيراني بشكل كامل وتنتشر فيها مجموعات عدة تتبع لإيران من أبرزها الحرس الثوري وتحديدا في دير الزور وصولا إلى محيط البوكمال من الجهة الغربية هذا المعبر والذي يدعى البوكمال من جهة سوريا يقابله معبر القائم من الجهة العراقية ويسيطر عليه الحجد الشعبي الموالي لطهران في الداخل العراقي على بعد 222 كيلو متر عن البوكمال توجد أكبر قاعدة أمريكية في سوريا وهي قاعدة التنف إضافة إلى وجود أمريكي على طرفي الحدود السورية والعراقية شرق الفرات وتحديدا على معبر الوليد الذي يستضيفه ويستخدمه التحالف لنقل العتاد والمساعدات اشتركوا في القناة لمناقشة موضوع النفوذ الإيراني في الداخل السوري ومساعي روسيا وإسرائيل كذلك لتقليصه ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية العراقي الدكتور رائد العزاوي ومن الرياض ينضم إلينا المحل العسكري والاستراتيجي السوري العميد أسعد عوض الزعبي من موسكو ينضم إلينا المحل السياسي يفغيني سيدروف مرحبا بكم أبدأ من أصحاب الشأن من عند العميد أسعد عوض الزعبي مرحبا بكم جميعا سيادة العميد هل وصلنا إلى لحظة بأنه بالفعل يمكن القول بأن روسيا الآن تعمل على تقويض النفوذ الإيراني في الداخل السوري من خلال بعض التصرفات وبعض الانتشار خاصة في منطقة ألبو كمال ودير الزور مساء الخير سيد حسين ومساء الخير لضيفك الكرام أهلا وسهلا كما تفضلت أهل مكة أدرى بشعابها ما يجري في الداخل السوري لا يشير إطلاقا إلى هذا العنوان أن روسيا بدأت مساعيها لإخراج إيران أولا دانيا تحدث عن الجانب العسكري في أبو كمال قبل أن تقل الشرق أو الجنوب الشرقي أو الغرب بأبو كمال عندما نتحدث عن تواجد موقعين روسيين سواء كان بمنطقة الحمار أو الخشم الأحمر كما تسمى المنطقة أولا هي فقط موقعين في منطقة كبيرة جدا تسيطر عليها ميليشيات إيرانية السيطرة الإيرانية ممتدة من مقنطقة معدان جنوب شرق الرقة إلى أبو كمال طبعا أنت نسينا تواجدها أيضا في الجانب العراقي في منطقة القائم ثم بعد لكن هذه المنطقة بحدود 160-165 كم وبعمق هذا الطول أما بعمق أو هو العرض أو الجبهة لا أقل من 25 كم ودعني أنتقل بشكل خاص إلى منطقة أبو كمال لأقول أن القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية تسيطر على الضفة الجنوبية لنهر الفرات وباتجاه الجنوب 25 كم وأيضا بعمق 15 كم وهنا تتواجد كثير من القواعد إيرانية وقد رصدنا وتحدثها محطتكم هناك أكثر من عشرة أنفاق ممتدة ما بين الأرض السورية والأرض العراقية وبتالي إيران إيران لا تحتاج العمل فوق الأرض بقدر ما هي تعمل حاليا تحت الأرض إضافة طبعا لقضية المعبر القائم أو معبر أبو كمال ولكن انتحدثنا على الجانب الروسي أيضا فخطوط الإمداد للجانب الروسي هو فقط مطار الطبقة ويبعد أكثر من 180 أو 190 كم لأن مطار الطبقة هي عمليا شمال غرب الرقة وبالتالي هذا فقط من ناحية الإمداد أو من ناحية التواجد فالتواجد الإيراني هو التواجد الحقيقي لكل الشامل في المنطقة واليوم نلاحظ بؤرتين أو موقعين روسيين لا يتعدان حقيقة ربما مجموعة أو فصيلة أو سرية لكن الأهم من ذلك يا أستاذ حسين أنا أعتقد أن الجميع يشيح عن هذه القضية لا خلاف إيراني روسي لأن روسيا سيطرت على كل المشاريع والموارد في سوريا وإيران أخذت ألفتات من هذه الموارد يعني روسيا عقدت مع نظام 49 سنة إيران عقدت مع نظام 100 سنة عفوا تفضل طيب هي معروفة في الداخل يا سيادة العميدة البوكمال كي نفرق ما بين البوكمال ومطعم أبوكمال في دمشق أذهب إلى الدكتور رأد العزاوي دكتور رأد تلاحظون أنتم من خلال متابعتكم في الجانب العراقي بأنه ثمت انتشار أو تغير في المشهد في المناطق المحاذية للحدود العراقية يعني تحية لك ولضيفيك الكريمين حتى فصل المشهد سيادة العميد فصل من ناحية الأخرى فصل من ناحية العراق هناك 12 فصيل مسلح موجود من الحج الشعبي في الجانب العراقي وجانب القائم وربما تتذكر قبل أسبوعين كان هناك ضربة جوية استهدفت قيل في وقتهم بحسب معلوماتي مسلم شاهدان وكان معه إسماعيل قآني كان موجود في هذه المنطقة وربما هذا يعطينا التفسير لماذا الآن تتحرك روسيا في هذه المنطقة صحيح ليس تواجدا يعني ذا شئا لأنه في الناحية الأخرى أقصد وسيادة العميد ممكن يساعدني أكثر في منطقة الشامية وموجود حرس الجمهوري واللواء 17 من الجيش السوري في المقابل إحنا لدينا فصيل طويل أو خط طويل عدنا لواء الطفوف حزب الله لواء الإبام علي وعدنا نصار الحجة ولواء المنتظر وسرايا الخلساني وعدنا بالإضافة إلى النجباء وعدنا الزينبيون والفاطميون وهم يسيطلون بشكل كامل على هذه الناحية التي ناحية القائم في المقابل من البكمال بين البكمال وبين القائم على فكرة 7 كيلومتر وهي منطقة نسرناها كثيرا في سنوات سابقة الحقيقة وهم يتداخل طبعا قبائليا وعشائريا وما إلى ذلك جزء من عائلتنا أيضا موجودة هناك في البكمال وأيضا في القائم الحقيقة التحرك الروسي واضح بدأ واضحا من خلال التنسيق ما بين الجهات الإراقية أو الجيش الإراقي بحسب المعلومات التي أمتلكها بداية من منفذ ربيعة ووصولا إلى هذه المنطقة التي هي منطقة غرأة منطقة شمال الفرات أو ما يسمى في ذلك الوقت أو ما سمته الدولة داعش أو دولة الإسلامية ولاية الفرات بدأ هذا التحرك واضحا في مقابل الخوف الإيراني اليوم أصبح ليس النفوذ الروسي تحديدا إنما الخوف من النفوذ الأمريكي وأقول لك بشكل واضح أنه يبدو أن هناك تنسيق ما بين الروس والأمريكان في مسألة تقاسم السلطة وتقاسم النفوذ بين هذه المنطقتين بدأ من درعا وصولا إلى البكمال في هذه النقطة يا دكتورة دعني أسأل السيد يفقيني سيدروف فيما إذا كان هناك بالفعل تنسيق ما بين موسكو وواشنطن في مسألة تقاسم الحصص والأرض في الداخل السوري خاصة مع علم روسيا بأن منطقة شرق الفرات هي منطقة نفوذ أمريكية نعم مسألة خير لك وليسات المشاهدين ودايفيك الكريمين مثلما تفضلت ربما هذا الاحتمال موجود وقائم بالفعل ولكن أنا أعتقد من السابق ليوانه الحديث عن أي تنسيق روسي أمريكي الآن وربما إذا كان هذا التنسيق موجودا فهو كان محصور فقط في تجنب ربما صدام ما بين مثلا طائرات روسية وأخرى أمريكية أو طابعة للتحالف الدولي هذا أولا من جهة أخرى التنسيق الروسي الأمريكي حتى إذا وجد الآن مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض قد يتغير الوضع وتتغير الصورة وبالتالي الحديث عن هذا الموضوع عن التنسيق بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بالوضع في هذه المنطقة الحساسة من سوريا سوف يمكن أن يجري في وقت لاحق أما فيما يتعلق بانتشار القوات الروسية في البوكمال وأعتقد بأن الآن كذلك لا يوجد عند روسيا أي تعليق على هذا النبأ لكن واضح تماما إذا تأكدت هذه النبأ فإن هي تعني برأي أن روسيا نظرا لتشابك المصالح للعديد من الأطراف لشك أنها تريد أن تأخذ أو ربما تستعرض نفوذها ونواياها لتوسيع النفوذ في هذه المنطقة علما بأن روسيا بالمناسبة في عام 2017 أسمت بقسط حاسم في صحق داعش في هذه المنطقة تحديدا وهذا الأمر ربما لابد من أخذه بعين الاعتبار عندما ننظر إلى التطورات الأخيرة في هذه المنطقة طيب سيادة العميد أسعد عوض الزعبي كل مسألة الاستهداف الداخل السوري من قبل إسرائيل لمجموعات تتبع لإيران لم تكن هناك ردة فعل قوية لا من الجانب السوري ولا من الجانب الروسي هل يشي ذلك بأن الأطراف مستفيدة من استهداف الإيرانيين في الداخل السوري؟ روسيا مثلا؟ عندما نتحدث عن الجانب الروسي فأعتقد منذ دخول روسيا كان هناك اتفاق بينها وبين إسرائيل بقضية السماح لإسرائيل بالعمل في المجال السوري وكانت نقطة واضحة تماما والاجتماع الذي جرى في القدس أعتقد ما بين مسؤولي الأمن بإسرائيل وروسيا وأمريكا كان يتعرض لهذا الجانب وكانت روسيا قد اشترطت على الإسرائيل فقط أن يتم إبلاغها بمكان الهدف قبل 15 دقيقة لكن إسرائيل رفضت وكان القرار الإسرائيلي فقط إبلاغ الروس بخمس دقائق يكفي هذا أن تطيار تعرف الآلية نشرحها كيف تحلق طائرة وهذه الآلية كيف يمكن أن تصبح لذلك كان هناك إصرار روسي على 15 دقيقة و15 دقيقة فيما لو أبلغت إسرائيل الجانب الروسي بأن الهدف كان فلاني قبل 15 دقيقة فهذا يسمح للقوات الإيرانية أو الهدف المستهدف يسمع له بالمناورة والخروج من تحت الضربة أو تغيير موقع وتغيير اتجاهه ولذلك كان طالب إسرائيل أو إحاح إسرائيل على يكون فقط الزمن خمس دقائق أو اكتفعت إسرائيل حقيقة بعدم القصف باتجاه المنطقة الساحلية حيث تتواجد القوات الروسية وحيث يتواجد طيران روسي وخوف من أن يكون هناك أي تصادم ما بين الطيران الإسرائيلي أو الروسي أو صواريخ بالخطأ ولذلك اليوم نشاهده فقط قصف إسرائيل على منطقة الوسطى والجنوبية والشرقية من سوريا ولم يستهدفوا قطاع الشمالي مقابل عدم إبلاغ الروس نهائيا على أي زمن إنما هناك أهداف ستذرى في مكان ما دون الحديث عن الهدف بدقة هذا الاتفاق جرى مؤخرا وحاليا إسرائيل تقوم بهذه العمليات لكن لماذا لما يتم الرد؟ الرد الإيراني يستحيل أن يكون لأن إيران لا تجد جبهة بينها وبين إسرائيل مباشرة فهي قوات هشة قوات لا تمتلك القدرات الدفاعية وأيضا لا تمتلك حتى سلاح الجو ولا حتى وساط الدفاع الجوي التي من المعروف تماما أن منظومة التشويش الإلكترونية الإسرائيلية متطورة جدا وهي قادرة على التشويش حتى على الصوريخ الروسية من كل الأنواع ثم قضية الرد يعني الاحتفاظ بالرد حفظناها منذ خمسين عاما والنظام يقول نحتفظ برد وكذلك إيران وأعتقد أن الاختراق الروسي الاختراق الإسرائيلي الذي شمل الصندوق الفلاذي أو المنصة الفلاذية بإيران وهي المنف النووي فهو قادر تماما على كشف كل الأهداف والتحركات الإيرانية وحتى على مستوى العناصر الإيرانيين يعني هناك معرفة أو معلومات استخباراتية إسرائيلية على تحرك العناصر وليس فقط القادة وليس الآليات وليس حتى الأجهزة وأين توجد قاعدة إيرانية هي مكشوفة لإسرائيل إذن عندما نتحدث عن القدرات الإسرائيلية القدرات الإسرائيلية كفيلة تماما بتدمير القدرات الإيرانية ولكنها لم تصل إلى حد إجبار إيران على الخروج لأن إيران تعتبر سوريا الرئة التي تتنفس منها تتنفس منها في لبنان تتنفس منها في البحر المتوسط تتنفس منها باتجاه أوروبا وبالتالي لا يمكن أن تستغني إيران وإن دفعت هذه الخسائر الكبيرة طيب دكتور رائد الحكومة العراقية يعني بأي عين تنظر للتحركات على حدودها سواء تحركات الميليشيات الكبيرة والكثيرة أو حتى وجود بعض العناصر الروسية في تلك المنطقة خاصة وأن مسألة العلاقة ما بين واشنطن وبغداد ومراقبة الولايات المتحدة للأجواء ومراقبة هذه الميليشيات من قبل العين الأمريكية متوفرة على مدار الساعة شكراً سؤال ممتاز جداً أشكرك فعلاً كيف ينظر العراقيون إلى هذا الصف أو هذه الجبهة الأخرى شوف نحن الآن في عام 2021 نحن الآن أمام رسم خارطة جديدة للمنطقة رسم شكل آخر للمنطقة رسم شكل جديد للنفوذ في المنطقة وأيضاً رسم سياسة مستقبلية لكل من العراق وسوريا وعلاقتهم بالغرب والولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتهم بروسيا في المقابل الجانب العراقي ينظر إلى هذه المنطقة برؤية المنطقة الملتهبة التي لا يمكن له أن يعالج الالتهاب إلا بالاستعصال وهو لحد هذه اللحظة لم يصل يعني لم تصل قوات أو الحكومة العراقية إلى حل في مسألة لأنه حقيقة أقول لك أن هناك شركاء آخرين للميليشيات الإيرانية وميليشيات الموالية لإيران في المنطقة وأنا أقصد هنا بعض العوائل والأسر من أهالي الأنبار الذين يستفيدون ومنذ قديم منذ زمن بعيد وهم يعتبدون على عملة التهريب وما إلى ذلك في تلك المنطقة لكن أنا أقول لك بأن هناك عينان يتنظران إلى هذا من الناحية العراقية العين الأولى عين الحكومة وعين الأخرى هي عين الولايات المتحدة الأمريكية الشريك مع حكومة الكاظمي في مسألة رسم السياسة المستقبلية للإراق وعلاقة العراق أو علاقة العراق بجيرانه وعلاقة العراق بإيران وأنا أقول لك بأنه مستقبلا سنشهد تراجع كبير للميليشيات في تلك المنطقة في مسألة التموضع مرة أخرى إلى الداخل العراقي لكن لن تترك بسهولة باعتقادي أن إيران تريد أن تضع بصاماتها وتريد أن تتقاسم مع روسيا حقيقة تحديدا تريد أن تتقاسم مع روسيا هذا النفوذ وتريد أيضا أن تكون لديها لقطة تحول أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في تقاسم النفوذ في المناطق الأخرى الجنوبية من نقص الدرعة وفي مقابلها في منطقة التنفل لن إنسان وقاعدة الأسد قريبة جدا وهذه المتحدة الأمريكية قادرة على أن تنحي هذه المنطقة خلال ساعة واحدة فقط لكن المسألة مسألة عيناني تنظران من الناحية العراقية لهذه الحدود سيد يفقيني جيمس جيفري المندوب الأمريكي إلى سوريا يقول بأن روسيا دخلت المستنقع السوري وفي نهاية المطاف لابد لها من التعاون مع المجتمع الدولي إلى أي حد أنت تعارض هذه النظرية بأنه بالفعل روسيا متورطة في الداخل السوري ولا حل في الأفق لا في مسألة إعادة الإعمار ولا في مسألة اللجنة السورية ولا حتى مسألة الحلول السياسية نعم ولكن دعوني أكمل فكرة جيمس جيفري وهو ذات مرة قال إنه يتمنى أن تغرق روسيا في هذا المستنقع مش فقط روسيا موجودة والاعتراف والإشارة إلى أن روسيا موجودة في المستنقع السوري حسب تعبير جيمس جيفري وإنما تمنى سيد جيفري بأن تغرق روسيا في هذا المستنقع لا أعتقد أن هذا الكلام كان يليق بالدبلوماسي من مثل هذا المستوى لكن هذا قصة أخرى ولا علاقة لها بهذا الموضوع أو بالأمر الذي نحن بصدد دراساته وتباحث فيه أنا أعتقد أن ربما سيد جيفري استند إلى التجربة الأمريكية سيئة صيد إن صحة تعبير في فيتنام وهو بالمناسبة في هذه المقابلة مع جريدة أعتقد الشرق الأوسط هو يعترف بأن هناك تجربة مريرة للولايات المتحدة في فيتنام وهو شبه هذه التجربة بالمستنقع الذي ربما تتواجد فيه روسيا الآن أنا لا أعتقد ذلك أولا ورغم ما تفضل بأن هناك ليس هناك أي تقدم على المسارات على بعض المسارات المتعلقة بالحل السياسي وباللجنة الدستورية وإلى آخر وحتى على الأرض إلا أن روسيا هي تكاد تكون الدولة الوحيدة التي ربما تبذل جهودا واقعية ربما هي لا تأييدا من قبل الكثيرين في العالم ولسيما تلك الأطراف التي لها مصالحها في سوريا ولكن لابد من الاعتراف بالفعل بأن روسيا بزلت بعض الجهود لتحريك القضية من الصفر كما يقال مثلا مؤتمر خاص بعودة اللجين السوريين رغم الاعتراضات العديدة من قبل أطراف ودول لهذه الفكرة ولهذه المبادرة إلا أن روسيا اقترحت عدد من الأليات التي يمكن بوسطتها تنظيم عملية عودة اللجين بشكل تدريجي وليس بأعداد كبيرة جدا وإنما دعت إلى المشاركة مشاركة المجتمع الدولي في هذه العملية للأسف للأسف الشديد هذه المبادرة وغيرها من الخطوات الروسية لا تلقى ظانا صاغية لدى مختلف الأطراف التي كان يمكنها أن تعبر عن رأيها بشكل آخر بشكل بناء وربما من خلال توحيد جهودها بين روسيا ودول أخرى كان من الممكن أن تتحرك وتتقدم مسألة التسوية في سوريا من جميع النواحي السياسية منها العسكرية والاقتصادية وهل غير روسيا قادر على الدفع في هذه المسألة لما لها من ثقة يا سيد يفقيني سياد العميد أسعد عوض الزعبي في ظل كل هذه المعطيات هل يمكن القول بأن روسيا الآن لا بد لها بالفعل أن تتعاون مع المجتمع الدولي خاصة في مسألة تقويض نفوذ إيران في الداخل السوري من أجل حالة الأمور الكل يعترض على الوجود الإيراني من الممكن تفهم وجود روسيا إلى حدمة وبعدها الخروج ولكن الوجود الإيراني مرفوض أولا أنا أؤكد تماما ما تحدث به سيد جيفري نعم أن روسيا حاليا تعيش حالة يائسة في المستنقع السوري لثلاث أسباب السبب الأول أن روسيا قررت أن تكون في سوريا من ثلاث شهور تقمع فيها الثورة ولذلك دخلت بالسلاح الذي ينفذ حسن بالمعارك الأولى والسلاح الجوي وكل الخبراء الحربي علمون تماما أن الحرب الجوية هي أكثر الحروب تكلفة على الأقل روسيا خسرت حوالي ثمانتاشر طائرة منها عشر مروحيات في كل مروحية ثلاث طيارين وخسرت ثمان طائرات من أفضل مقاتلاتها السخوية 24 السخوية 25 السخوية 30 السخوية 33 إذن هذه الخسارة الأولى الخسارة الثانية خسرت كثير من جنود لا نريد أن تحدث عن هذا لكن خسرت العالم وبدأت تماما كدولة مارقة كدولة تريد تربية الشعوب لكن الأهم من ذلك وتحاول موسكو حاليا إظهار أنها سيطرت على كل المورد السورية ولكنها بالتأكيد تعلم أنها سيطرت على الغرب السوري والموانئ لكن النفط ما زال بيد أمريكا ولذلك روسيا حقيقة من الناحية الاقتصادية خسرت كثير هناك عقوبات هناك قيمة الروبل الروسي معروفة كيف أنهار إذن عندما نتحدث أن روسيا حاليا في المستنقع نعم لم تتأكد لكن على صعيد إيران أن روسيا اليوم تتمسك بإيران لأن إيران الآن تعتبر ورقة ضغط قوية في يد روسيا حيال الجانب الأمريكي والتواجد الروسي حاليا في أبو كمال هو ليس من جهة إيران إنما من فقط للصراع أو للتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية وقبل أيام كنتم تعلمون الخلافة بين الدوريات الروسية والأمريكية في منطقة القامشلي منطقة الدرباسية منطقة أرميلان إذن الصراع دقيقتان دكتور رائد دقيقة إذا سمحت سيدي أفغيني دكتور رائد هل تم التنسيق ما بين موسكو وبغداد وواشنطن من أجل مسألة الوجود الروسي عفوا وجود الميليشيات وبالتالي التقليل من النفوذ على هذه الحدود يعني بحسب المعلومات عندي أن هناك اتفاقيات على الأقل هناك اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة الأمريكية بتحجيم دور الميليشيات في المنطقة لصالح وجود قوات دولية مثل القوات الروسية الولايات المتحدة الأمريكية أنا أقول لك حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدفع روسيا إلى الدخول أكثر في المشهد السوري بمعنى أنها تريد أن تستغل كل روسيا روسيا تحاول شوف سأقول لك كلمة ربما يساعدني ضيفنا من موسكو يعني بريماكوف قال مرة أنا التقيت به يفغيني بريماكوف قال بأننا لسنا مهيئين لأن نكون لدينا نفوذ في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا والعراق سيد يفغيني تحدي الأمريكية تسيطر على تلك المنطقة وعليه أن أعتقد أن العراقيين يريدون تقسيم المنطقة بشكل لا يمكن لروسيا أن تخرج منها دون أن تحصل على بعض المكاسب من بقاحة طيب بأقل من دقيقة سيد يفغيني إيران ورقب يد روسيا تلعب بها كما تشاء من أجل الضغط على الولايات المتحدة نعم أو لا لا بطبيعة الحال ولكن من جهة أخرى أنا أعتقد بأن روسيا مضطرة الآن لأن تكون إيران حليفة مرحليا لها شأنه في ذلك شأن تركيا مثلا لكن مع ذلك التوترات والتصعيد ربما ما بين روسيا وإيران في سوريا سوف يتواصل ولكن الأمر لن يصل إلى أي مواجهة عسكرية مباشرة بين القوات الإيرانية الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية في سوريا نعم أشكر ضيوفي من موسكو المحلل السياسي أفغيني سيدروف وأشكر من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور رأى دلعزاوي ومن الرياض المحلل العسكري والاستراتيجي السوري سيادة العميد أسعد عوض الزعبي شكرا جزيلا لكم إلعال الشركة الإسرائيلية رسمية انضمت لتسير رحلات يومية إلى دبي اتفاقية طيران والسياحة قد تكون الأسرع تطبيقا في اتفاقيات السلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات قطار جوي قد يصل إلى 300 رحلة ذهابا وإيابا بين تل أبيب ودبي خلال الشهر الحالي الزميل زياد حلبي وكبى رحلة الطيران من إسرائيل إلى دبي وعد لنا التقرير التالي من الواضح بأن اتفاقية السياحة والطيران بين الإمارات وإسرائيل هي الأسرع تطبيقا على الأرض من المتوقع أن يصل نحو 50 ألف إسرائيلي إلى دبي وحدها في السبيع المقبلة علامات نحو 300 رحلة تجارية وذلك بعد أن انضمت كبرى الشركات الرسمية الإسرائيلية العال إلى هذه الرحلات مكان جميل نريد رؤية الهندسة والغنى على أرض الواقع أولى رحلات العال حطت في مطار دبي بعد ثلاث ساعات من الطيران وهي ستكون الأولى في إطار أربع رحلات يومية ستأتي إلى دبي في خلال شهر ديسمبر على الأقل أفكر بزيارة ثانية سأرى كيف تسير الأمور خلال الأسبوع لأن المكان مثير جدا للاهتمام القطار الجوي إنجاز التعبير سيستمر بين تل أبيب ودبي في الأسابيع المقبلة ويبدو لافتا على الرغم من أوضاع كورونا في إسرائيل التي أعلنت معظم دول العالم مناطق حمراء بالإضافة إلى التحذيرات الأمنية الموجهة لسفر الإسرائيليين مع ذلك عشرات الآلاف منهم سيصلون إلى دبي في الأسبوع المقبلة زياد حلب الحدف دبي بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية الساعة الأولى من حدث اليوم نقشنا فيها ملفات عدة كان ملف النفوذ الإيراني في الداخل السوري هو في نهاية هذه الساعة بعد قليل ملفات أخرى سنلتقيكم في ساعة مفصلة إلى اللقاء لن نسمح لأحد من يهدد بهدم الدولة هل يعني بن الكاظمي الآن في مواجهة مع مؤسسة تابعة للجهة الرسمية؟ العراق الحالي لا يحتمل إلا أن يكون في حالة الحياة الإيجابية حضرت ليس رئيس وزراء منتخذ من قبل الجماهير مع مطلب الجماهير أن حكومة كية حكومة مؤقتة لا تختلف مواضيع وإذا صارت مواضيع لا تدخل بيها كيف يسمح لمجموعات حقيقة تحمل السلاح وتدخل إلى مؤسسات الدولة هذا هو الواقع الآن الميليشيات تحدد مسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة هناك سريقة أموال الشعب القتل الضائفية التبعية لدولة إجنبية وكانت العملية الأمنية في بغداد أصفرت عن ضبط منصة من 23 صاروخة كاتيوشا كانت مهيئة لإطلاقها على المنطقة الخضراء نحن على طريق بناء بلدنا وأمامنا مستقبل يجب أن نبني لأطفالنا مهمتنا قول الحقائق كما هي في عالم مليء بالأحداث عالم لا يتوقع عملنا اطلح جزءا من حياتنا بعيدا عن المشاعر لنعكس الواقع كما هو كل منا على حدى كان جزءا من القصة القصة التي تتجدد كل يوم الحدث كل مجد جديد البداية كانت حدثا هو الأضخم في العقود الأخيرة الانطلاقة كانت حدثا هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية كيف أصبحنا الحدث ببساطة كنا هناك أين كان الحدث أينما كان وقت ما كان كنا فعليا هناك على الأرض في موقع لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة لأننا ننفرد بالوجود في بس إخباري متقر لأربع وعشرين ساعة لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خروج السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب الشعب السوداني ليس إرهابيا ولا يمارس الإرهاب ولكنه حكم بالنظام يعاضب الإرهاب الشعب باسم السودان بيفتح لنا أغاق كثيرة جدا هل هناك ما يدور في الأروق أنه ربما رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب هو مقدمة للتطبيع مع إسرائيل المسألة ما زالت يحرصها الكثير من الجدل داخل ترويكا الاتقال في السودان داخليا يعني ما ربدا في الفعل على إمكانية تسليم البشير مثلا إلى الجنائية الدولية ملايين الضحايا انتظروا من الحكومة السودانية إنها هي تلتزم بتعاقداتها السوداني طالب بأن يصدر تشريع من الكونغرس يعيذ للدولة السودانية حصامتها ضد المقابات يجب إنه لا يزداد الشعب فقرا ولا يزداد ألما وإنما نقوم بالإصلاحات بطريقة تدريجية حتى لا يعاني الشعب أهلا بكم إلى الساعة الثانية من حدث اليوم والذي نصلت فيه الضوء على أبرز الملفات الوردة لهذا اليوم قصتنا الأولى ناقشنا فيها من إيران طهران تواجه انتقادات إعدام المعارضين باستدعاء الدبلوماسيين الأجانب وفرض أحكام قاسي على ناشطنا بحقوق الألسان قصتنا الثانية ناقشناها من سوريا وكان في تفاصيلها روسيا تهدد بحرمان إيران من خط إمدادها نحو العراق ولبنان عاشنطن تقر بمساعدة إسرائيل في تحجيم نفوذ طهران قصتنا الثالثة من ليبيا وفي تفاصيلها البعثة الأممية تطرح خيارين لحسم آلية اختيار المناصب التنفيذية وتمهل لجنة الحوار 24 ساعة لحسم موقفين قصتنا الرابعة من بريطانيا وفي تفاصيل جونسون يرجح فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لندن تعزل بحارها والخروج الفوضوي يخضعها لشروط اقتصادية صعباً قصتنا الأخيرة من الجزائر وسنناقش في تفاصيلها ربما يأخذ أسبوع أسبوعين وثلاثة الأسابيع أخرى ولكن إن شاء الله سأسترجع كل قواة البدنية تكون يخاطب الجزائرين بعد شهرين من الغياب بسبب كورونا يطمئنهم بعودته خلال أسابيع ويعلن التحضير لقانون الاتخابات ساعتنا الثانية نبدأها من الشأن الليبي تحديداً من معضلة الآليات المقترحة لاختيار المناصب التنفيذية التي ستشرف عليها المرحلة الانتقالية وستشرف في المرحلة الانتقالية البعثة الأممية إلى ليبيا طرحت خيارين قالت إنهما الأنسب والأكثر توافقية في تحديد آلية الاختيار اختيار السلطة التنفيذية المعنية بإدارة الفترة التحضيرية للانتخابات الوطنية ويتمثل الخيار الأول في أن ينال المترشح أصوات ثلثي أعضاء الحوار أي 75% من أصوات أعضاء الحوار بالإضافة إلى 50% زائد واحد من أصوات إقليم المترشح بينما يشترط الخيار الثاني الذي طرحته البعثة الأممية حصول المترشح على 61% من أصوات أعضاء الحوار إضافة إلى 50% زائد واحد من تزكية إقليمية وقالت البعثة أن الفصل بين الخيارين الاثنين سيتم بحيازة أحدهم على تصويت ثلثي أعضاء الحوار على أن تبدأ عملية التصويت عصر غدن الاثنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من بنغازي ينضم إلينا البحث في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية دكتور أحمد عبد الله العبود مرحبا بك دكتور أحمد إلى أين تتجه الأمور في مسألة حسم الخيارين الذين تحدثت عنهما البعثة الأممية خاصة في ظل وجود خيارات كثيرة الآن وصل الأمر إلى خيارين اثنين والله مش أعرف أنه نبدأ بصراحة في ظل حالة التعدد اختر ما شئت وابدأ منه يا دكتور أحمد ارتبطة بحوار تونس يعني لما نتكلموا نتكلموا على 12 خيار بدأ بأربع خيارات قدمتها من البعثة الأممية في اللقاء المباشر ومن بعد تم إضافة 8 خيارات أخرى وحصل تصويت عبر آلية الزوم والتصويت من خلال الرقم رقم كل المشارك في الحوار الـ 75 وانتج أن الثلاث خيارات التي تحصلت على أكثر عدد من الأصوات وهو الخيار الثالث والخيار الثاني والخيار العاشر لم يتحصل على النسبة التي تؤهلهما للذهاب إلى التصويت المباشر وبالتالي طرح الشخصيات واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه واختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم نتفاجأ أيضا بخيارات جديدة وكل الخيارين ارتبطا بقاعدة التصويت التلتين بمعنى خمسين من أعضاء الحوار الـ 75 المشاركون في الحوار السياسي وهذا أمر ليس بالسهل في ظل حالة التعقيدات التي صاحبت المصار السياسي نقول بأن كانت البعث الأممية تذهب إلى المصار السياسي كيفما انبطق من جنيف ومن برلين بقضاياه الكبكج واحد بمعنى القضايا السياسية تركيب السلطة التنفيذية بمستويها المنستر رئيسي الجديد الرئيس والنائبين ورئيس الحكومة وأيضا القضايا الأخرى لدات العلاقة ومنها قضايا المناصب السيادية التي أصبح لها مصار فرعي بدأ في بوزنيغا في خمسة زياد خمسة بمعنى خمسة من مجلس النواب وخمسة من مجلس الدولة ثم زاد العدد إلى 13 مقابل 13 وتم الاتفاق على أليات محددة ومعيير محددة لاختيار شغلي هذه المناصب السيادية السبع ومصار الثالث هو المصار الدستوري الذي بدأ في القاهرة بدأ في القاهرة وألقى بظلاله في تونس لكون أن في القاهرة تم مناقش مخترحين المخترح الأول إجراء تعديلات جوهرية في مسودة ومخرجات لجنة الستين والرأي الآخر وهو رأي تيار المغالبة وسميه تيار الإسلام السياسي الذي يطالب بالاستفتاء مباشرة على هذه المسودة لماذا ألقى بظلاله على تونس؟ ألقى بظلاله لأنه أيضا ظلت إشكالية قائمة ما بين تيار الوطني وتيار الإسلام السياسي وحلفائي من جبهة القرار ليبيا وإلى غيره من وجماعة القوان المسلمين وتيار الحزب العدالة والبناء طيب دكتور أحمد كيف تقوط البحث الأهودية؟ قاعدة القاعدة الدستورية وأصبحت القاعدة الدستورية سبباً رئيسية قد تفشل الدهاب إلى الانتخابات التشريعية ورئيسية لولا أن البهد الأممية تذاركت الأمر ووضعت تاريخاً محدداً هو الرابع والعشرون من ديسمبر 2021 نعم لم أسمعك أخي الكريم طيب دكتور أحمد كيف تقرأ ضغوط المبعوثة الأممية على الأطراف من أجل حسم مسألة الآلية لاختيار المناصب البعض يقول بأن الموضوع فيه اعتبارات حتى لدى الأمم المتحدة بمعنى أن مسألة البرلمان مسألة شبه معطلة وبالتالي إذا وصلنا إلى آلية معينة من الممكن أن يصبح المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس الرئاسي وبالتالي تتحلح للأمور أكثر ويعرض الموضوع على البرلمان المجمع الانتخابي برقة حسم أمره فيما يخص ترشيح المستشار عقيلة والحاذن الاجتماعية قالت كلمتها في لقاء الذي عقد في الأبيار بخصوص ترشيح المستشار عقيلة صالح وإن كان هناك مرشحين أقل حذوة من المستشار عقيلة صالح في الحصول على فرصة أن يكون رئيس للمجلس الرئاسي القضية والمعذلة الرئيسية هي في رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمعنى أن تيار الإسلام السياسي حاول في لقاء تونس الأول أن يعرض خيار البيج توبيج بمعنى الورقة بورقة بمعنى أن يكون المستشار عقيلة رئيس للمجلس الرئاسي مقابل أن يكون بشاغة رئيسا للحكومة الوحدة الوطنية وهذا الخيار تعثر وفشل ولم يحوز على الأغلبية الأمم المتحدة اليوم تضع الـ 75 عضو أمام خيار ما يسميه أنا خيار الفرصة الأخيرة بمعنى إذا فشل الخيارين الذين أصبحوا خيراء النهاية أو الجولة الأخيرة في الحصول على قاعدة الـ 75% بمعنى الحصول على 50 صوت في تصويت غدا فأن الأمم المتحدة في مازق حقيقي هل سوف تتجاوز هذه الحوارات وهذه الخيارات التي اليوم وصلنا إلى 14 خيار وتذهب لخيار أعتقد بأنه طرح كحالة استثنائية وطرح كخيار بديل في حال ما فشلت هذه الحوارات وهو استمرار عمل المجالس كما هي وتشكيل حكومة وحدة وطنية من خارج إطار المجالس الثلاث بشخصية وطنية يكون من أولوياتها ثلاث قضايا رئيسية توحيد المؤسسات المقسمة الاتفاق على الدهاب إلى الانتخابات أو تسهيل عملية الدهاب للانتخابات التشريعية ورئاسية في ديسمبر 2021 وتنفيذ مخرجات المصارين الذين حققا نجاحات لم يحققها المصار السياسي وهو المصار الأمني والعسكري برغم أن هناك طرفا خارجيا لازال يعرقل كل المصارات عرقل المصار السياسي ويعرقل المصار العسكري واستمعت مثل أمس أخي العزيز إلى تصريحات رئيس الحكومة التركية وطلبه من البرلمان باستمرار تمديد عمل القوات التركية الموجودة في تركيا في ليبيا بما يضرط بمخرجات اتفاق جنيف عرض الحائط وعاول هذا الطرف الخارجي بمعيه للقوات المسلمين إفشال أيضا الحوار السياسي وفرض أجندته بحيث يحصن الاتفاقيات التي وقعها حكومة الفيست الراج مع تركيا والتي يرى فيها حاكم أنقر اليوم بأن مخرج حقيقي من المشاكل التي تعاني منها الاقتصاد التركي بمعنى أننا أمام ما يسمى خيار الفرصة الأخيرة وأعتقد بأن جلسة التصويت غدا أو التصويت غدا سوف تمر بإشكالية حصول كلا الخيارين على ما أسميه نسبة 75% بمعنى أن يصوت 50% من 75% بالموافقة على أحد المصارين وأعتقد بأن هذا التصويت سوف يواجه بإشكالية كبيرة صراحة نعم شكرا جزيلا لك من بنغاسي البحث في العلاقات الدولية والسياسات الخارجية دكتور أحمد عبدالله العبوت أجازة الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان يتضمن تقييما للإصلاحات التي قامت بها الحكومة السودانية في القطاع الأمني تعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية القانون ينص على وضع لائحة بكل الأسهم وشركات التي تملكها قوى الأمن والاستخبارات ونقلها إلى وزارة المالية السودانية مشروع قانون أمريكي على طاولة الكونغرس الأمريكي باسم الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020 يتضمن أهداف واشنطن في الانتقال السياسي في السودان ويعزز من سيطرة الحكومة المدنية على القوات العسكرية والأمنية القانون الأمريكي وإن بدأ صارما في عملية مراقبة الشركات والأصول التي يملكها الجيش وأجهزة الاستخبارات وعودتها إلى وزارة المالية وتفكيك الماليشيات إلا أن البعض يرى أن تنفيذ القانون تواجهه صعوبات عديدة من الصعب طبعا أن تكون تحت مظلة وزارة المالية مباشرة لأن إدارة هي ذات منافعة تعود لتستكمل الأشياء التي لا تستطيع ميزانية الدولة تقديمها لها قوى الحرية والتغيير الشريك في الحكم تنظر إلى مشروع القرار الأمريكي على أنه يدعم أهداف الثورة في السودان الخطة الأمريكية تأخرت كوى حرية والتغيير ورغم تأخرها هي بالصب في التوجهات العامة والحرية والتغيير والتوجهات التي تبنت عليها الثورة خبراء اعتبروا أن القانون يعبر عن استراتيجية الولايات المتحدة التي ظلت تتمسك بها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعد حداثر سبتمبر أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على معرفة مصدر أي دولار ومصير أي دولار من أين أتى وفي أي مجال أنفق القانون الذي يحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين يضع أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية وأصولها وميزانيتها تحت المراقبة ذلك فضلا عن الكشف عن جميع أسهمها في الشركات العامة والخاصة ووضعها تحت وصاية وزارة المالية محمد عثمان الحدث الخرطوم انضم إلينا من الخرطوم الإعلامي والمحل السياسي عادل سيد أحمد وكذلك الكاتبة صحفية رشا عود تنضم إلينا مرحبا بكما أبدأ من عندك أستاذ الرشا تأمين وحماية المرحلة الانتقالية ضمن البنود العريضة في هذا القانون الموافق عليه من قبل الكونغرس الأمريكي السؤال حماية المرحلة الانتقالية ممن؟ بدءا التحية لك والتحية للمشاهدين الكرام أهلا وسهلا واضح جدا أن هذا القانون الذي صدر بدعم الجمهوريين والديمقراطيين معا يهدف إلى حماية الحكم المدني في السودان من التغول العسكري وهو حادث بالفعل حاليا السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوق تحدث في أكثر من مناسبة عن أن وزارة المالية السودانية لا تسيطر إلا على 18% فقط من عائدات الاقتصاد السوداني 82% من هذه الموارد السودانية هي تحت سيطرة الجيش والأمن والدعم السريع ولاية وزارة المالية على المال العام من الأهداف الضرورية جدا لإحداث أي اختراق في المجال الاقتصادي لأن السودان الآن يعاني من انهيار اقتصاد شامل وكبير وحتى يستطيع السودان أن يدشن مشروعا جادا للإصلاح الاقتصادي لا بد أن تكون أولى الخطوات إلى ذلك ولاية وزارة المالية على المال العام وإقرار مبدأ المحاسبية والشفافية في إدارة المال العام هذا القانون يصب في هذا الاتجاه وهذا القانون في الحقيقة هو قد يكون هدية للقوى المدنية والديمقراطية ولا بد أن تتعامل معه بجدية فهذا معناه أن مجهودات الإصلاح الاقتصادي ومجهودات الإصلاح في اتجاه الشفافية هي مدعومة دوليا ومدعومة من دولة كبيرة ودولة مهمة كالولايات المتحدة الأمريكية بالتالي يتبقى لنا الآن الهومورك الوطني في هذا الاتجاه وأنا أرى أن الكرة الآن في ملعب الحرية والتغيير وفي ملعب مجلس الوزراء طيب أستاذ عادل مستشار رئيس الوزراء جمعة كندا رحب بهذا القرار وقال بأنه يسرع بانتقال السلطة إلى الشق المدني خلال الفترة الماضية إلى هذا الحد يتخوف المدنيون من هيمنة العسكريين علما لم تصدر بحسب العسكريين أي إشارات في أنهم يريدون الاستمرار في السلطة بحسب قوله أولا نعم أنا في البدء يعني أرحب بالأخوة رشا وبمشاهدي الحدث ولكن عايز أقول للأخوة رشا أن الهدية العظيمة هي قدمت من الشباب السوداني الذي خلق الثورة والذي جعل المدنية ممكنة الذي يحمي السودان الآن ويحمي المدنية هم الشباب الذين قدموا أرواحهم رخيصة جدا في سبيل الديمقراطية والحرية في السودان الغرار الأمريكي أنا أعتقد أنه قرار إيجابي لأنه كل ما يدعم الحرية والديمقراطية في السودان مرحب به من قبل الشعب السوداني لكن هناك شيء مهم جدا أود الإشارة إليه أن الجيش السوداني جيش أصلا مما تم تأسيسه عام 1925 تم تأسيسه على أساس جيش مهني بدليل أن هذا الجيش في المحقات الكبيرة جدا ثورة أكتوبر 64 وثورة أبريل 85 وثورة ديسمبر 2019 كان الجيش السوداني داعما كبيرا جدا للتغيير ضد الأنظمة الدكتاتورية الأيدولوجية التي حكمت السودان في الفترات الثلاث المعروفة لذلك أنا أعتقد أنه القانون الأمريكي لن يصطدم كثيرا برغبة الجيش السوداني الجيش السوداني الحقيقي وليس الجيش الذي حاول أن يتلاعب به المستبدون وآخرهم الدكتاتور عمر البشير الجيش السوداني في عظمه هو مؤسسة قومية مهنية من الدرجة الأولى ومن الحاجات المتشة جدا أنه تركيبة الجيش السوداني وهيكلته قائمة على نمط يشبه الجيش الأمريكي من ناحية هيكلية الغايدة الأعلى للجيش الأمريكي هو الرئيس الأمريكي الغايدة الأعلى للجيش السوداني هو رأس الدولة السوداني في ظل النظام الديمقراطي كذلك الغايدة العام للجيش السوداني هو الغايدة العام للجيش وكذلك في أمريكا الغايدة العام للجيش هو قائد الجيش الأمريكي هناك وجه شبه أنا أعتقد أنه في جزئية بتاع ولاية الوزارة المالية على كل إرادات ومصرفات الدولة أنا أعتقد أن المسألة أصلا ما في خلاف حولها حتى الوثيقة الدستورية والغوات المسلحة أكدت على أنها مستعدة تماما لأن تكون تحت ولاية وزارة المالية طيب أستاذ الرشا يعني لا أدري إن كنت قد سمعت سأعود إليك سيد سيد كثيرة هي الأصوات التي تقول ما كان الحراك في السودان لينجح لو لا يعني استفاف المؤسسة العسكرية إلى جانب الشعب مسألة التخوف الشديد من هيمنة العسكريين على السلطة البعض يرى فيها بأنه مبالغ فيها كثيرا إلى ديسمبر المجيدة نرى أن إنحياز الجيش للجماهير والإطاحة بالدكتاتور عمر البشير كانت نقطة إيجابية اشتركت فيها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ولكن عندما خرجت ثورة ديسمبر لم تخرج حتى تستبدل دكتاتورية عمر البشير بنظام عسكري جديد وإنما خرجت من أجل إقرار الحكم المدني ومن أجل وضع البلاد في مسار ديمقراطي الآن المرافعة التي قدمها الأستاذ عادل سيد أحمد عن القوات المسلحة وعن الجيش هذه المرافعة هي الآن أمام محق اختبار عملي يعني اللغة الغتافية عن أن الجيش مدني وأن الجيش مستقل وأن الجيش يشبه الجيش الأمريكي نحن الآن الواقع الذي أمامنا هو أن الجيش يسيطر على 82% من الاقتصاد السوداني وهناك ممانعة من القوات العسكرية والقوات النظامية في أن تخضع مؤسساتها وشركاتها لولاية وزارة المالية هذه الممانعة هي التي أدت إلى صدور هذا القانون الأمريكي الذي تضمن بالمناسبة عقوبات ذكية طيب لماذا تقرأون يا أستاذ الرشاة أعذريني على المقاطع الذين يمانعون ذلك نعم أستاذ الرشاة لماذا تقرأون نية المؤسسة العسكرية هي صرحت دائما بأن المرحلة مرحلة انتقالية وأنه عندما تكون هناك سلطة ثابتة في السودان يعني يمكن النقاش ويمكن تفويض الأمور الاقتصادية إلى وزارة المالية إلى الحكومة يعني لماذا القراءة في النيات لا نحن لا نقرأ في النيات وإنما نقرأ من معطيات الواقع يعني أنا شخصيا أعتقد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تتم إدارتها عن طريق التوافق السياسي وعن طريق تعزيز الشراكة المنتجة بين المدنيين وبين العسكريين ولكن بشرط أن يدفع العسكريون استحقاقات التحول الديمقراطي ومن هذه الاستحقاقات الإخضاع المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها هذه القوات لولاية وزارة المالية لأن هذه ضرورة كي يستطيع السودان أن يستقطب الاستثمارات الأجنبية وأن يستثمر التمويل الضروري لمشاريع التنمية ولإنعاش الاقتصاد إذا ظلت الأمور على ما هي عليه فهذا سيؤدي إلى حرمان السودان من الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها المجتمع الدولي وتحديدا أمريكا والاتحاد الأوروبي الآن السودان في مأزق كبير يحتاج إلى مليارات الدولارات أن تضخف الاقتصاد حتى يستأنف السودان نهوضه الاقتصادي بالتالي نتمنى أن تتعاون القوات المسلحة والدعم السريع والأمن في اتجاه بسط ولاية المالية على المال العام سيد حادل لماذا هذا الهاجس عند القوى المدنية في الداخل السوداني من مسألة أنه من الممكن مصادرة ثورة الشباب السوداني لصالح حكم عسكري مستقبلي هل هذه الهواجس مشروعة؟ هل ثمت تصرفات من المؤسسة العسكرية تشيي بذلك؟ أنا أعتقد أنها هواجس غير مبررة وقلق زايد أكثر من لزوم طالما أن الشارع السوداني ممسك بثورته العظيمة وطالما أن قوى الحرية والتغيير لها السيطرة ولها غدرة سياسية عالية على تحريك الشارع أنا أعتقد أن الجيش كان مصلحته في بقاء النظام السابق إذا أصن الجيش يفكر بعقلية الاستفادة من دوره في التنمية لمصلحته كان مصلحته تغطي أن يدافع عن النظام السابق وخاصة أنه النظام السابق حاول استخطاب الجيش بهذا النوع من العمل الاقتصادي أنا أعتقد أن الجيش السوداني لا يوجد طريقة غير أن يصبح جزء من ولاية وزارة المالية ولا سبيل أمامه إلا بالانتقال إلى المجتمع المدني والمجتمع الحر لكن الحساسية الزائدة عن اللزوم في موضوع دور الجيش في التنمية أنا أعتقد أنه دي دائرة لها شوية مراجعة خاصة أنه هناك جيوش كبيرة جدا مثل الجيش الأمريكي عنده مجمع صناعي بأكمله والجيش الصيني عنده دور أيضا في التنمية والجيش المصري بيبقى السؤال هو ليس دور الجيش في التنمية وإنما ولاية الحكم المدني على دور الجيش في التنمية وأنا أعتقد أن الجيش عنده استعداد أن يكون ضمن ولاية وزارة المالية وضمن ولاية الحكم المدني طيب تحتاجون يا أستاذ رشا بنظرتكم إلى مراجعة يعني في مسألة الهواجس الكبيرة من مسألة الاستمرار استمرار العسكريين بالنفوذ كما تقولين أنت والسيد عادل يقول بأن الموضوع لا يتعدى مسألة الإمساك بالبلاد وهذا ما فهمته منه السودان الآن بصدد التحول الديمقراطي الهدف الذهبي لهذه الفترة الانتقالية هي أن توصل الشعب السوداني إلى مرحلة صندوق الاقتراع الحر النزيح وعندها سوف يختار الشعب السوداني من يحكمه ونستطيع أن نضع اللبنة الأولى في بناء نظام ديمقراطي الهواجس والتخوفات لها ما يبررها من سلوكيات عملية راقبناها ورصدناها أثناء المرحلة الانتقالية والذي نلاحظه حتى بعيدا عن موضوع المال والأعمال والمؤسسات الاقتصادية هناك ملفات سياسية يجب أن تكون من اختصاص مجلس الوزراء رأينا كيف أن هذه الملفات اختطفت لصالح القوات النظامية لصالح المكون العسكري تحديدا في مجلس السيادة مثل ملف العلاقات الخارجية وملف السلام كل هذه الملفات يجب أن تكون من اختصاص مجلس الوزراء ولكن الزحف على اختصاصات المدنيين هو واقع بالفعل من قبل العسكريين ويجب أن يتوصل الطرفان إلى توافق حول ما هي الحدود كل من المكونين الرئيسيين للفترة الانتقالية لأن التوجه العام يجب أن يكون نحو نقل السلطة للمدنيين وهذا يتطلب طبعا وحدة القوى المدنية ويتطلب إصلاحات أساسية في الحاضن السياسية للحكومة الانتقالية نعم شكرا جزيلا لك من الخرطوم الكاتبة الصحفية رشا أعوض كما أشكر الإعلامي والمحلة السياسية لأستاذ عادل سيد أحمد شكرا جزيلا لكما حدث اليوم مستمر معكم وفيه أيضا ثلاث نقاط رئيسة تبقى الخلافات وتبقيها قائمة وتعرقل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المصر مباشرة المصرية للقاتل على المصرية للقاتل على لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لـ 24 ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد في أول تصريح للرئيس الجزائري عبد المجيد تابون بعد رحلة علاج خارج البلاد إثر إصابة بفيرس كورونا قال إنه سيعود إلى أرض الوطن لواصل بناء الجزائر الجديدة وعلن تابون بأنه طالب بتحضير قانون انتخابات جديد في أقرب وقت وأوصى وزير الداخلية بتطبيق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها والخاصة بمناطق الظل أي المناطق المهمشة بالنسبة للانتخابات طلبت من الرئاسة حتى أن يرونها ويشوفهم على اللجنة هذه بكلفة بالانتخابات بتحرير قانون الانتخابات الجديد وباش يكون غير واجد في أقرب وقت أتمنى عشرة أيام ولا خمسة عشر يوم ولكن في أقرب وقت أوصي سيد وزير الداخلية والولد على تطبيق حرفي لما اتفقنا عليه بمسبب المناطق الضل من الجزائر ينضب إلينا مراسل حدث فريد راشدي مرحبا بك فريد أريد أن أعرف من خلال المعلومات التي وصلتك ومراقبتك ردات الفعل على خطاب وكلام الرئيس عبد المجيد تبون خاصة بعد الفترة الطويلة من الغياب والتي دامت نحو شهرين تقريبا نعم خمس دقائق لخطاب تبون للشعب الجزائري أنهت الكثير من الجدل هنا في الجزائر بعدما راجت شائعات أطلقتها الجهات وصفتها السلطة بأنها تريد هزة استقرار الجزائر طبعا شهدنا منذ أسابيع كثير من ردود أفعال هنا في الجزائر على مستوى الشعبي وكذلك السياسي تطالب بظهور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الأقل عن طريق فيديو كما حدث اليوم لطمأنة الشعب الجزائري أمام تحديات كبيرة وفطرة صعبة تمر بها البلاد سواء على المستوى الداخلي وكذلك على المستوى الحدود أو ما يحيط بها وهو ما حمله اليوم خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طبعا كل ذلك يأتي في وقت كما قلت طالبة الطبقة السياسية اليوم الكثير من من اتصلنا بهم اعتبروا أن هذا الخطاب هو بمثابة رسائل طمأنة من شأنها أن تعيد ثقة بين الشارع وسلطته من جهة ومن شأنها كذلك أن تنهي الكثير من ربما الشكوك التي زرعتها بعض الأطرف كما قلت سابقا طبعا رئيس الجمهورية في خمس دقائق عرج إلى مقتضيات أو قضايا جوهرية تعاني منها البلاد من جائحة كورونا وكذلك التحديات الأمنية على الحدود وهو يقصد بالتحديد الصراع الذي يحدث بين جبهة البوليزاري والمغرب وكذلك عرج كذلك إلى المشاكل الداخلية وأسدى بتعليمات كما ذكرتم إلى ضرورة استعداد في سياغة قانون الانتخابات وتكملة مشروعه السياسي طبعا هذا الخطاب هو بمثابة فطرات جديدة أو مرحلة جديدة أرادها الرئيس تبون وكأنه يريد أن فطرة علاج أو مرضه هي في الماضي والآن هو انطلق في استكمال مشروعه السياسي عن طريق التحذير لانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة يسبقهما قانون انتخابات تسهر لجنة العرابة على إعداده قبل ذلك ثم إتمام مشروعه السياسي طبعا فطرة غياب الرئيس لأزي أو ما يقارب شهرين أثرت جدلا هنا محليا وطلبت كما قلت العديد من الأطراف بضرورة ظهوره حتى يطمئن الشارع الجزائري ربما طبعا عبد المجيد تبون كذلك من خلال هذا الفيديو وكذلك أمر الوزير الداخلية بضرورة التكفل بالمناطق النائية أو مناطق الظل وهذا يعتبر من أبرز ما وعد به خلال حملته الانتخابية وهو العناية بهذه المناطق وكذلك طمأن الجزائريين بتحكم بلاده في الوضع الصحي وفي جائحة كورونا كذلك وأبدأ كذلك عن أمله في عودته قريبا إلى أرض الوطن وقال أنه لم يتبق له سوى أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط حتى يعود إلى أرض الوطن طبعا على مستوى الشعب هنا في الجزائر هناك استحسان كبير من هذه الرسائل التي جاءت في وقت وصف فيها الوزير الأول عبد العزيز جرد أن ما يحدث على حدودها بالأمر الخطير على حد قوله في حين أصدرت بيان وزارة الخارجية بالأمس تحدثت فيه أو دعت فيه الأطراف أو الطرفين المغرب والبوليزارو إلا ضرورة إطلاق مصار سياسي جديد طبعا الجزائر اليوم داخليا وسياسيا وعلى مستوى الشعب والرسمي أيضا متخوفة من الأزمة المحيطة به من الشرق إلى الجنوب وحتى من الغرب نهيك عن حالة الإنسداد السياسي والمشاكل الداخلية والأزمات المتعددة منها الاقتصادية والاجتماعية كل هذه ملفات طارئة توجب عودة الرئيس في أقرب الأوقات من أجل إتمام أو استكمال مشروعه وإصلاحته السياسية في أقرب الأجال للتصدي ربما للمشاكل التي يمكن أن تحدث نعم شكرا جزيلا لك من الجزائر الزميل فريد راشدي على كل هذه المعلومات وهذا التلخيص قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفاوضية الأوروبية أورسولا فون دير لابين الأحد مواصلة المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكزيت رغم الصعوبات بهدف تجنب انفصال بدون اتفاق وستكون عواقب هذه المسألة اقتصادية وخيمة إلا أن جونسون أكد بعد ذلك أن فشل المفاوضات يبقى السيناريو الأكبر ترجيحا بينما بقي المسار في الأيام السابقة سلبيا ويحتم عدم توصل إلى اتفاق أن تحكم قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع ما يحمله ذلك من فرض رسوم جمركية أو نظام حصص ما قد يشكل صدمة جديدة للاقتصاد مهلة جديدة قبل حسم المفاوضات الأوروبية البريطانية لترتيب العلاقات التجارية بين الطرفين بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد مع بداية العام بريطانيا والاتحاد الأوروبي تعهد من منطلق المسئولية ببدل المزيد من الجهد في هذه المرحلة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق أعطينا تفويضا للمفاوضين مواصلة المحادثات للنظر في إمكانية عقد اتفاق في هذه المرحلة الأخيرة هنا في بروكسل استمرار التفاوض قد يعكس انفراجا محدودا لتضييق الخلافات المتبقية بين الجانبين لكن الحكومة البريطانية الساعية إلى الخروج باتفاق تستعد للانفصال بعد 31 ديسمبر الجاري من دون شراكة تجارية ما لا يمكننا فعله هو التنازل عن الجوهر الأساسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يتمثل في استعادة قدرتنا على التحكم في قوانيننا والتحكم في مصائد الأسماك لدينا فالأمر بسيط للغاية 97% من هذه المفاوضات حسم أمرها خلال ما يقارب العام لكن مسألة الصيد البحري والتكافؤ في المنافسة وإدارة هذا الاتفاق مستقبلا لا تزال عقبة في إبرامي هذه الصفقة عدة مواعيد لم يتم الالتزام بها خلال هذه المفاوضات لكن يظل الموعد النهائي الوحيد لحسم هذه المحادثات وهو نهاية الشهر الحالي ولا يمكن تغييرهم من الجانب البريطاني إلا بقانون جديد إذا ما هناك رغبة لتفادي الخروج من دون اتفاق مصطفى زارو الحدث لندن من بروكسل ينضم إلينا مراسل الحدث نور ردين الفريضي ومن لندن مراسل الحدث كذلك مصطفى زارو مرحبا بكما أبدأ من عندك مصطفى أصحاب الشأن كل المواضيع في أوروبا ولكن المعني بشكل رئيس هو مصطفى الآن باعتبار الحدث قريب منه مصطفى الناس تريد أن تفهم الآلية وفيما إذا كان بالفعل سيتم الخروج بدون اتفاق وهذا ما رجحه رئيس الوزراء البريطاني هناك الحقيقة احتمال كبير من أن تخرج بريطانيا بعد أكثر من أربعين عاما في عضوية الاتحاد الأوروبي الخروج بنهاية الشهر الحالي من دون اتفاق هناك لغط وعتاب من قبل حزاب المعارضة وحتى من بعض عامة الناس كانوا ينتظرون تصرف غبائي من بعض الناس المسألة الآن وهو هناك مطالبة ملحة من بعض الناس الخروج باتفاق لكن الحكومة تقول بأن سبب التصويت للبريكزيت وهو استعادة بريطانيا سيادتها على كل ما هو متعلق بها فيما يتعلق الحدود والمياه البريطانية وأيضا سياغات قوانينها بالتالي الضغط في الحقيقة ضغط كبير على بوريس جونسون هل يريد أن ينصاع إلى المطالب عامة الناس وأيضا أحزاب المعارضة أم أنه سيسمع إلى فئة قليلة من حزبه التي تريد الخروج من دون اتفاق بالطبع خلال بضعة أيام سيتم إعادة تقييم هذه المفاوضات ولا ربما سيتم الإعلان ما إذا كان هناك فرصة لإبراهام هذه الشراقة الشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي التي تنظم العلاقة المستقبلية للتعامل أو التجارة بين الطرفين بالطبع الأمر يقف عند تغيير نهج الاتحاد الأوروبي بحسب الحكومة البريطانية لكن نعلم أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يحمي سوقها الموحدة ولا يريد أن تكون بريطانيا منافسة للشركات الأوروبية طيب أستاذ نور اتفاق مع خروج مع اتفاق وخروج بدون اتفاق بريكزيت أعني نوضح هذه النقطة من خلال المفاوضات ومن خلال المعلومات التي جرت ويتم مناقشتها ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العازمة على الخروج يعني الاتحاد الأوروبي يتحدث عن الرأبة السياسية لإبرامي علاقات تعاقدية مع بريطانيا بمعنى أن تكون قوانين المنافسة النزيهة متناسبة بين السوقين بين السوق الأوروبي وبين السوق البريطانية حتى تكون هذه المنافسة متكافئة بين الجانبين بريطانيا تتحدث بلغة السيادة السيادة على مياهها أمام الأساطير الأوروبية والسيادة في وضع قوانينها ولكن الفرق هو هنا بين من يتحدث عن السيادة وهو مفهوم ربما يدغدغ مشاعر الرأي العام وبين من يتحدث عن علاقات تعاقدية هناك فائدة متبادلة ولكن بشروط ثم المفاوضات التي جرت في آخر لحظة اليوم وصفت هذه المكالمة بأنها مفيدة وبناء بين بوريت جونسون وأرسولا فوندرلين مكنت الجانبين من الإعازي المفاوضين وهم يفاوضون اليوم في الأثناء أرسولا فوندرلين سافرت إلى باريس للتشاور مع الرئيس إيمانويل ماكرون بينما المستشارة في برلين قالت يجب استغلال أي فرصة للتوصل إلى الاتفاق بمعنى أن الدول الأوروبية تريدوا هذا الاتفاق ولا تريدوا أن تدخل المبادرات التجارية في نوع من الفوض في نهاية العام الآن إذا سمحت ماذا سيترتب إذا لم يتفق الجانبين من هنا إلى منتصف هذا الأسبوع على سبيل المثال المنتجات الزراعية الرسوم الجمهورية عليها من الجانبين سترتفع بنسبة تتراوح بين 30 و40% السوق الأوروبية هي الشريك الأساسي بالنسبة للمنتجات البريطانية وبالتالي عمليا جانب الخسارة طبعا للجانبين ولكن جانب الخسارة سيكون أكثر للاقتصاد البريطاني على جميع المستويات ثانيا في هذه المرحلة الاتحاد الأوروبي عرض على بريطاني أقله أن يتفق الجانبين على تمديد العمل باتفاقيات النقل وانسياب حركة المسافرين ونقل البضاع وأيضا النقل خاصة والملاحة الجوية مدة أشهر يعني نصف سنة إلى أن يتوصل الجانبين إلى سياغات لاتفاقات أخرى ثنائية بالتالي الموقف محرش جدا والمرحلة المفاوضات دخلت مثل ما يمكن أن نسمي به عنق الزجاجة وهناك بعض الأيام القليلة من هنا إلى يوم الأربعة ربما لاستنتاج ما توصل إليه المفاوضون في غضون اليوم وربما في الأيام القليلة جدا المقبلة طيب مصطفى هل ثمت تنبيهات أو إعاز من الحكومة لمسألة تخزين المواد خاصة في ظل الحديث بأنه وارد كثيرا مسألة الخروج بدون اتفاق وتحدث الزميل نور عن أن المنتجات الزراعية على وجه الخصوص سيكون هناك رسوم ما بين 30 إلى 40% منذ أشهر والحكومة البريطانية تعمل على عدة سيناريوهات منه سيناريو الخروج من دون اتفاقه وقد تم طلب الشركات بطلب وتخزين ما يكفي من المواد الغذائية التي لا تتلف لأسابيع أو ربما أشهر لكن يجب التذكير بأن 30% فقط من المواد الغذائية تأتي من الاتحاد الأوروبي وبالتالي يمكن لبريطانيا أن تتعامل مع هذا الجانب أيضا تم إعداد الحركة المرورية بين بريطانيا وفرنسا كان هناك تمرين اليوم تم جمع ما ليقل عن 3000 شاحنة لمحاولة تسييرها بشكل سلس إذا ما كانت هناك بعض العراقيل في تحركها من الجانب البريطاني إلى الجانب الفرنسي لكن هناك عدة طرق وأخرى خصوصا من هولندا مثلا يعني يتم العمل عليها لاستيراد المواد بالطبع الكل سيكون خاسرا إذا خرجت طرفان من دون اتفاق لكن على الأرجح على الأقل جانب البريطاني عامل على تهيئة الشركات وأيضا الوضع بشكل عام في المملكة المتحدة لتجاوز هذه العراقيل والتحديات بالخروج من دون اتفاق تجاريا مع عدد من الدول الأسيامة يعني في دول مثل كندا يعني مثل دول أسيوية كبيرة وبالتالي هناك اعتماد على أسواق ثانية لجلب النقص الذي قد يتعرض له السوق البريطاني بسبب الخروج من دون اتفاق شكرا جزيلا لكم أشكر الزميل مصطفى زارو مراسل حدث كنت معي من لندن وأشكر من بروكسل الزميل نوردين الفريطي اشتركوا في القناة من لندن ينضم الينا مدير مؤسسة كوروم لدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي مرحبا بك أستاذ طارق خروج باتفاق أو بعدمه ونقرأ في كل الحالتين كيف سيؤثر ذلك الخروج بدون اتفاق على عامة البريطانيين؟ الخروج من غير اتفاق طبعا سيكون سيئ لك الطرفين طرف الأوروبي وطرف البريطاني وهذا شيء واضح جدا وحتى في المفاوضات المستمرة نلاحظ أن هذا الخوف وهذا الخطر الأكبر على الاقتصادين فالخروج من غير اتفاق هذا طبعا أسوأ سيناريو وطبعا في الأيام التالية رح نشوف إذا في اتفاق نهائي في الفترة القصيرة طيب في أي المجالات مسألة التجارة مسألة الداخل البريطاني والجمرك ستكون الأمور كما قال المراسل نوردين فريضي بأن مسألة المواد الزراعية سترتفع الجمرك فيها من 30 إلى 40 بالمئة إلى هذا الحد ستكون الأمور قاسية على البريطانيين؟ والله نعم أنه رح يكون قاسي جدا لأن حتى من ناحية الجمركية البنية التحتية لدفع هذه الجمرك ما هي واضحة أصلا لأن الاتحاد الروبي كما نعلم أن الاتفاق أو الاتحاد بين بريطانيا وأوروبا كان بدأت منها سبعينات فالبنية التحتية لإستيعاب أو لدفع هذه الجمرك ما هي موجودة اليوم وفي الطرف الثاني من ناحية التجارية طبعا من ناحية سياحية لا أرى أنه فيه فرق كبير في اتفاق ولا عدم اتفاق الاتفاق هو على التبادل التجاري وطبعا هذا رح يؤثر على الطرفين من ناحية بريطانية ومن ناحية الأوروبية ولا ننسى أن بريطانيا أو لندن بالذات المركز المالي العالمي والمركز المالي الأوروبي فرح يكون عليه تأثير على القطاع المالي في الدول الأوروبية الأخرى طيب ماذا عن حرية التنقل التي مررت عليها سريعا البعض يقول بأنه إذ ما تم الخروج بدون اتفاق البريطانيون سيضطرون لدفع أجور هاتفية ولمسألة أخذ التأشيرات وإلى مهنالك وهذا كله فيه عائد اقتصادي يثق الكاهل المواطن البريطاني أولا لنرجع إلى الوضع اليوم الوضع اليوم أن المفاوضات مستمرة ولكن في أغلب الظن أن يخرجون من غير اتفاق وهذا شيء واعد ومحتمل يعني احتمال عالي حتى في هذا السيناريو الخروج من غير اتفاق أنا أرى أنه رح يتسارعون في إيجاد حل حتى من بعد يعني حتى من ابتداء من يناير سنرى التسارع في وجود حل سريع لهذا لأن الاقتصادين سيكونون متأثرين جدا والانتعاش الاقتصادي اللي شايفينه منتصف العام الحالي يعني منتصف 2020 الانتعاش الاقتصادي الأوروبي والبريطاني يعني ضعيف جدا فأي عرقلة للانتعاش الاقتصادي سيأثر يعني بشكل أكبر على الطرفين مما كان في أوقات أخرى طيب ماذا عن تشارك البيانات الأمنية هل ستتأثر بخروج بريطانيا من دون انتفاق أستاذ ثارك؟ الصورة اللازات غير واضحة إذا مدى التأثير هذا على الطرفين طيب أيضا أريد أن أسأل يعني إذا ما كان التأثر هو بالقدر ذاته بالنسبة للدول الأوروبية يعني خاصة وأنه تمت الكثير من الصادرات من بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى بعض الدول بالطبع والعكس الصحيحي والعكس الصحيحي يعني تبادل تجاري بين بريطانيا وبين الدول الأوروبية الثانية خاصة في قطاع الصناعات يعني الشركات الألمانية الصناعية معتمدة بشكل كبير على السوق البريطاني وكذلك السوق البريطاني معتمد للصناعات وشركات التكنولوجية على السوق الأوروبي يعني إقفال أو وقف التبادل التجاري حتى لو كان المؤقت يعني سيكون له أثر كبير على هذه الشركات طيب نحو 15 مليار جنيه سرليني إضافي ستدفعها بريطانيا إذ ما خرجت من الاتحاد من دون اتفاق يعني على بعض السلع والجمركة من أجل الاستيراد أستاذ طارق هل الحكومة في صدد أو قادرة على تحمل كل هذه الطاقات المالية الآن حكومة البريطانية على شكل مؤقت نعم ولكن لنرجع إلى شهر أكتوبر الماضي البريطانيا وقعت أول اتفاق تبادل التجاري مع اليابان واتفاق التجاري هذا كان يعني بشكل أو بشبه سريع مقارنة بالمفاوضات الثانية والشهر الماضي وقعوا اتفاق باستمرار الجمركي مع كندا وهذا كان شيء جيد جدا فالمسألة لماذا لم يجدوا حل إلى التبادل التجاري إلى الآن هذا يعني شيء سياسي وليس على المشاكل أو على الأوضاع الاقتصادية من ناحية اقتصادية التي يعني الطرفين متفقين أغلب الظن ولكن المسألة اليوم مسألة سياسية ولا بد من إيجاد حل نعم شكرا جزيلا لك من لندن الأستاذ طارق الرفاعي على كل هذه التفاصيل بهذا مشاهدين نأتي إلى نهاية الساعة الثانية من حدث اليوم نقشنا فيها ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق واختتمنا بها الساعة نشكركم على الحسن المتابعة دونتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة